موسيقى أهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الأردنية الدكتور أيمن لعتوم تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد تمشى الوقت مجتزعاً وإيداً ينوء بحمل من جاز الحدوداً تمطى واستهان بنبض قلب تسارع في تغربه وحيداً قضى الليلة الطويلة على استفار يكابد شامخاً فذاً عنيداً وكان مجالداً والنار تسري بأوردة ملبدة جليداً ألا يا وقت كفة عن امتحاني فلست بدرسك الدامي بليداً تعلم أن بعض الخلق جلد يغامر فيك نزهواً فريداً وإن أرجحته بين الليالي فإن نهاره يجلى جديداً أنا ابن الأقدمين سنن تجلى على ليل تأبع أن يبيداً أشادوا صرح تاريخ عظيم وكانوا فيه مشهده المشيدة أبوا إلا الشموخ لهم ملاذاً فطوبى يا شموخاً مستزيداً وخطوا دربهم بدم ودمع وعلم ظل في الدنيا مجيداً على صرح الجنان نموا نخيلاً تطاول عذقها يسمو مديداً أتوا بالماء في الصحراء يسعى كدرويش أتى شيخاً مريداً عراقي أدار الكون فذاً وأغدق بالدماء عليه جوداً أراد فلم يهم حتى تبدى وأقسم أن يكون فلن يحيدا علياً طلق الدنيا ثلاثاً ومنصوراً بنى أماً ولوداً وكان لدورة الأيام شأن لتنبت في مرابعها الرشيداً هي البغداد هي البغداد أم الأرض جمحاً على تراياتها مجداً تليداً سعت في العالمين فطاب سعياً فمحزون الزمان غداً سعيداً تدك حصون من زاغوا بغيّ وبغيّ مدى أذرعه قيوداً وتعصف بالطغاة ومن تلاهم ليغدوا بعد طغيان عبيداً جيوش النور جاست في الليالي لتنقلب الأفاع السود دوداً الرشيداً تناديها القلوب قرون قهر تكاد الأرض منها أن تميداً إلى أن أهدت الدنيا صلاحاً عظيماً كان حتماً أن يقوداً قفيل الوقت شامخة بعز وفيل الخلق صادقة عهوداً وفي العشرين بعد قرون ليل تفجّر نبض من قهر الحديداً وفي تشرين هبوا دون درع وزفوا للسماء ضحاً وفوداً ألا غيمةً خانت مداها وعاد خراجها لرداً حصيداً ستجلبك الرياح إليّ بشراً وتصدح طير عودتنا النشيدة إليك إليك يا بغداد أهفو لعلي نائل فيك السجودة شكراً لكم والآن أدعوكم إلى جولة في رحاو الكتاب وفقرة هذا كتابي أنا الشاعر الأردني حسن عطية جالنبو سأحدثكم اليوم عن ديواني الأخير بعنوان أنستو شيران وهو الديوان الفائز بجائزة عطف الفراية رحمه الله التي تقيمها رابط الكتاب الأردنيين بشكل سنوي وقد فزت بجائزة عن عام 2022 وتم إشهار الكتاب في هذا الصيف خلال الأيام الأخيرة وكانت تسمية هذا الديوان مختلفة عن الديوانين السابقين الذين حملاء اسم زهر حزيران والديوان الثاني مشاهدة شاهدوا من أهله فقد جاء الديوان السابقين مرتبطين باسم الديوان من خلال القصائد التي فيه ما في حين جاء اسم هذا الديوان من وحي الشعور بما كان الشعر من أثر نفسياً على الشاعر نفسه حين كنت أعمل على إعداد المخطوط للديوان الثالث بعد القطاع متعمد استمر زهاء 15 سنة عن كتابة الشعر ليقيني بأن الشعر يجب أن ينضج ليحمل رسالة ما ويسمو بقائله ويميزه عن سوا ثم كان إهداء هذا الديوان مختلفاً عن سابقه كذلك فجعلته إلى الذين أضاءوا ليلة غربتنا الضاحكين وفي أحشائهم نار إلى الغريب الذي ما زال يسكنه عطر الجنوب وإن شطت به الدار يتضمن هذا الديوان ثلاثاً وثلاثين قصيدة تنوعت بين التفعيلة والعمد وتدور معظمها في فرق الغربة والوجدان لتكون الأنس الذي استشعره الشاعر في ليل غربته فاستقى منها جذوة قبساً تنير ما تبقى من الدر ولعل أولى قصائد هذا الديوان بعنوان من مذكرات أبي ذر الغفاري تعطي صورة كاملة للقارئ عن الإرهاصات التي أخرجت القصائد إلى النور يقول يكتب كل ليلة قصيدة جديدة يحاول النجوم والأفلاك عن مشاعر تناثرت على الشواطئ البعيدة يعيد كل ليلة ترتيب أمنياته وفي الصباح يبحث في قوائم النعي لعله يطال عسمه وحين لا يراه يقيء روحه ويحرق الجريدة القصيدة الثانية كانت بعنوان مرسوم سري لأبي الطيب المتنبي تصور حالة القلق التي اعترفت الشاعر في بحثه عن أناه التي مزقتها الغربة على قلق وهذا الحرف يسكم في دنان الشوق الناتي ملأت به فضاء الشاعر حتى ضاقت الأحلام عن تأويل رؤياي فأخفوا عن شواردها ويسهر دونها قومي ويختصموا يرسون الخيال ليبلغوا مما بلغت ولا سبيل لبعض دعوايا سأختار لكم خصيدة يافا من ديوان أرس الشعر يافا عروس البحر كانت تخضب الكفين للموج المقيم على شواطئها فيقسم لا يفض عفافها ليل لتبقى ترشد الأفلاك في أفق المدار كانت صبيحة كل عيد تستحم على الضفاف مع الصبايا كالنخيد ويستضل بوهج عينيها النهار يافا عروس البحر كان أبي يداعب كل صبح شعرها قبل التوغل في المدينة كي يمارس لعنة التدريس في وطن سيصبح ذات بالفور سبيا يافا خيوط الشمس كانت تملأ الدنيا ضياءا حين كان العالم العربي يغرق في تلابيب القبيلة والحمية يافا نشيد البرتقال تضوع عطرا يملأ الدنيا بأنسام شذية وهي البداية والنهاية والتفاصيل الندية وأبي يعيد علي قصة بحرها قبل الغروب ويستعيد الذكريات الحاضرات مع الخيام ومع حكايات اللجوء عن المساءات الكئيبة حين داعمها المغول وأمعن فيها عثية والدمع يطرق بقلتيه فيستعير الآهة والآه في صمت ويرحل صوب بياراتها فيرى النسيم يداعب الأخصان في شوق ويرسل في المدى فجرا نديا ويعود يكفر بالمخيم والعروبة والصباحات الشقية شكتان ما بين الصباح إذا يفيق على العراء مع الخيام وبين ذكرى الصبح في حاكورة البيت التي قد كان يصح قبل خيط الفجر في صوت الديوك وزقزقات الطير فوق غصونها قبل الشروق وقبل حي على الفلاح والابتهالات الشجية أشكر لكم جميعا استماعكم وحضوركم ودمتم بألف خير الخط العربي هذا الفن الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقتي هذا اليوم السلام عليكم تجاه آخر من تجاه فنون الخط نحن نقول فنون الخط العربي لأن الخط مو ستايل واحد أنا أشتغل ستايل الحديث هذا محاولة طبعا لتجديد النص الديني ولتجديد العمل الفني الكلاسيكي هنا عمل هذا في نص شعري صوفي اللي هو حبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك إلى نهاية الأبيات الشهيرة هذه بالتصوف فهي مسألة الحبين أنا نفس النص كتبته بالخط المدني القديم هذا الخط هو أول الخطوط اللي تكلمنا باللقاء عنه اللي أول خطوط اللي دونت فيها المصاحف بالقرن الأول والقرن الثاني يسمى بالخط المدني أو الحجازي ثم تطور سمي بالكوفي أو سمي بالخط المصحفي هذا هو الخطوط لكن سويته بطريقة جديدة أول شي هو النص يقول أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فسويت النص متعاكس النص تكرر مرتين وتقاطع التقاطعات ططتني أشكال جمالية يعني حل حلوان دا أشوف فيها جمال متناهي بمسألة التقاطع النص الرئيسي بالأسود وبقية النصوص اللي هو المخفي تحت هذا اللي هو الحب الخاص خلي نقول الحب الصوفي مليء بالألوان مليء مزدهر بالألوان مزدهر بالجمال مزدهر بالنظافة والنقاء فلذاك اللوحة الباكراوند ما لها أبيض ما رح نعب اتجاه الورق القديم واستخدمت هناك الذهب الخالص أن يدخل في بعض المواضع مع شغل تيكستشر يعني أن نطيف ملمس معين غير أن لا يكون بإلوهج عالي فينطينا بهذا الشكل هذا العمل كامل بس ده ننظف بعض المراحل اللي فيه حتى نشوفها بالطريقة الملائمة هذا الطريقة الحديثة ونسميها احنا المعاصرة بالخط أنا مع رأي ومع اتجاه أنه الخطات هو يجب أن يكون فنان دائما يبحث عن الجمال أين موجود ما يضل بس ماسك بمسألة اللوحة الكلاسيكية بل وبلعكس إذا عنده العلم الفن الكلاسيكي ينظر إلى مستقبل الخط ما الجديد اللي ممكن ننظيفه كل واحد له تجربة خاصة يحاول أنه يسعى داما إلى الخصوصية بالفن والاحترام للحرف أنا أقول التجديد دائما لا يكون على حساب الحرف أنا الآن مطبق الكوفي بأصوله بحذافيره ما غيرت القواعد حتى أجدد بس التجديد ما يكون بالحرف يكون حول الحرف التكوين يضطينا أفكار جديدة استخدام الخامات المختلفة تنطينا فكر جديد وعمل جديد الألوان كيف إدارة الفنان للون ممكن يضطينا عمل جديد هذا عمل أقرب للفسيفساء أقرب للخزف أقرب أي شخص منه جيل الجديد ممكن يحبه وظيفة الخطاط أو الفنان أنه يخلي الناس تتمتع بهذا الجمال كل من نجح بأنه الناس تستشعر أمو الناس المتخصصة بالفن الناس العامة من شافه هو النجاح الفنان الحقيقي أنه الناس العامة يحبون هذا الفن فوظيفته أنه يوصل هذا الجمال للآخرين أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي العردني الدكتور أيمن العتوم فاسمحوا لي أن أرحبا بضيفي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا الحمد أحيانك الله ضيفا عزيزا الشاعر والروائي العردني الدكتور أيمن العتوم على فضاءات وعلى رافضين سلمت أيها الحبيب وأنا تشرفت بهذا الحوار وإن شاء الله رب العلمين يكتب لنا ولك الخير آمين لنا السرور والشرف دكتور أيمن بدأت شاعرا ولك نتاج غزير في هذا المجال وهناك إصدارات من الدواوين يعني يفهد لها المشهد الثقافي في الأردن وفي الساحة العربية ثم امتطيت صهوة الرواية فيما بعد وأيضا لك رصيد كبير في العمل الروايي هذا التحول من كتابة القصيدة إلى كتابة الرواية يعني بيودي أن نقف على هذا التحول لماذا؟ وأيضا سؤال أنا دائما أسأله حقيقة ودائما أطرح هذا الموضوع أنه هل ممكن للشاعر المجيد أن يكون روائيا مجيدا عندما يبدأ في الشاعر هل يمكن أن يبدأ في الرواية؟ أحياءك الله أخي محمد في الحقيقة سأبدأ من سؤالك الثاني حتى لا أسأل لعادة الفينيسيان لا ليس شرطا أن يكون الشاعر المجيد روائيا مجيدا أعتقد أن الشاعر الرديء يمكن أن يكون روائيا مجيدا لأنه حيانا الذهاب إلى الرواية هو هروب من الشاعر نعم أعتقد أني أنا لما مشيت في الشاعر ربما خمسة وعشرين عاما لم أجد ذلك الصدى لشاعري صحيح ربما عرفت على مستوى الأردن أو خارجه قليلا ليس كثيرا فجربت حظي في الرواية وذهبت إلى الرواية بالمناسبة قدرا أو إن شئت فقل صدفة يعني قيل لي أن نسرك جميل كشارك فقلت لأجرب كانت البداية مع رواية يا صاحبه السجن لما كتبتها لم أكن أعرف أنها رواية يعني لم أكن قد خطط لكي تكون رواية إنما كتبتها من أجلي أن يعني عبر عن تجربتي لما أعتقلتها هكذا فلما دفعتها إلى النشر حتى صاحب در نشر حار في تسميتها نسميها رواية ولا مذكرات ولا يوميات ولا خواطر أو رسائل أو ما شابه فاتفقنا يعني بعد اختلافه في الرواية على أن تسمى الرواية ثم لما راقت ذلك النجاح ذهبت إلى الرواية وكانت الباب الذي سنى أو فتح الطرق ومهدها لكل الروايات التي بعتها جميل أنت جاوبت الآن على الجزء الأول من السؤال كيف التحول كيف صار أنه كان يعني بعض المحبين بعض المعجبين يقول لك أنه النثر لديك جميل كالشعر إذن هو حكم أيضا على شعرك أنه جميل عندما نقول لك جميل نتحدث عن الرواية حقيقة دكتور عيمان حضرتك أظن أصدرت 16 رواية 17 رواية والثامنة عشرة يعني قريبة ما شاء الله في معرض أمان إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الرواية ليس أدبا عربيا معروف أنه لا نقول يعني هو اكتساب لا نقول السنساخ أو تقليد لكن هو يعني بالأساس هو يعني جنس أدبي أجنبي بعض الكتاب العربي الذين قدروا لهم أن يترسوا في أوروبا في البلاد الأخرى يعني حاولوا أن يجربوا حظهم وانتقل هذا الجنس الأدبي إلى الساحة العربية يعني إلى عقود قريبة كان الشعر هو في الصدار لم تكن الرواية في الصدار الآن يعني هذا الطغيان والصدى للرواية يعني بماذا نفسره هل محروف طبعا الذائق العربية يعني مدمنة شعر ودائما قيل أنه الشعر ديوان العرب العربي دائما حتى لم يكن شاعرا هو يسكنه يسكنه الشعر هل يعني تغيرت أو تحولت في الذائق العربية من الشعر إلى الرواية سيدي قد تكون التحول وقتي أو آني أو زمني أو عهدي إذا جاز التعبير لكن أنا أقول ما الرواية أو سألنا هذا السؤال ما الرواية الرواية مشهديات تربط بينها بخيط ناظم تنامي فيها الأحداث حتى تحولها في النهاية قد كل جزء يرتبط بالآخر شوف هي فكرة الخيط الناظم الذي أضافه الغرب على فن الرواية بمعنى إذا كنت تقول مشهديات أو حوار أو وصف فإن المشهديات موجودة في ألف ليلة وليلة والحوار موجود في البخالة للجاحظ وفي الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي وفي المقامات إذا أردت لكن المشكلة كانت البناء الهرمي والتفجير داخل هذا البناء هو الذي أضافه الغرب حتى يعني لما تقول رسالة الغفران لأبي العلاة المعري أنت بتحكي عن مشهديات وحواريات ووصف اللي هي أركان الرواية أركان النص الروائي لكن الخيط الناظم اللي أنت لازم مثل النهر الممتد على الضفتي تقيم هذا البناء هذا لم يكن إلا للغرب إذا أردت أن ألخص المشهد بشكل موجز فهذا ما أضافه الغرب الآن هذا الجزء الذي أضافه الغرب صحيح انتقل إليه نحن العرب وقدمنا الرواية الآن ليس هناك من أو ما سيتفوق على الشعر باعتقاده ليس في هذا العصر ولا في أي عصر سابق ولا في أي عصر لاحق العرب أمة شاعرة يعني الشعر فيها كما قلت إما يعني أنت تقول مثلا في بعض البلدان تجد كل أحد يمكن أن يقول الشعر ليس شرطا أن يسمى شاعرا لكن الشعر يسكن العرب كما تفضل فأنا أقول أن الرواية صحيح لأنها أخذت المد نحن نقول الرواية العربية من الستينيات إلى الآن تصاعدت لكن إذا قلت قبل الستينيات من القرن المنصر فإن الشعر كان هو الموجود لكن لو ترجعت إلى الوراء مائة سنة فلن تجد وجودا للشعر يعني في ربما نهاية الدولة العثمانية أو حتى في أوجز دهارها فالقضية أن الشعر يذهب ويجيء ولكنه لا يموت في حين أن كثيرا من الفنون الأدمية الأخرى ماتت مثل المقامات مثل المشحات مثل المخمسات مثل حتى الأراجيز حتى المنظومات التي نظمها هذه كلها ماتت لكن بقي الشعر بمعنى أن كل فن يمكن أن يموت باستثناء الشعر بمعنى أن الرواية ليست خارج هذا القانون قد تموت عند العربي في زمن ما ولذلك الملخص أنه أنا كتبت الشعر وكتبت الرواية لكن إذا أردت أن أبقى حيا في أذهان الأجيال العربية فعلي أن أشتغل أكثر على الشعر من الرواية جميل يعني تخلي جميل بدي أن أتحدث أنت عن بعض الفنون التي تغيب بدي أن أتحدث أيضا عن المسرح أو عن الشعر المسرحي يعني أوجي المسرح الشعر المسرحي الثلاثينات الأربعينات إلى الخمسينات إلى الستينات أيضا لم يكن لماذا الآن اختفى هذا اللون من الشعر لأنه يجري عليه ما يجري على أي فن آخر نعم يعني مثل ما جرى على الموشحات مثل ما جرى على المقامات أي فن آخر غير الشعر الذي نزل القرآن من أجل أن يتحده وارج جدا قابل لأن يموت حتى ربما كان أنت قلت الثلاثينيات أحمد شوقي هو ربما من من رواد الشعر المسرحي لكن أنت الآن ربما لا تحفظ إلى أبيات قليلة من شعر المسرحي لأحمد شوقي لكن الذي طغى لو كان الشعر المسرحي هو الذي له البوصلة أو ستتواجه للناس لا حفظ الناس وعرف الناس مسرحيات أحمد شوقي أكثر من شعره ولكن نحن الآن نتحدث وأنت أستاذنا محمد وقد الذين يسمعون لا يعرفون أن أحمد شوقي كتب في الشعر المسرحي نعم جميل نتاجك الشعري الغزلية كاد يكون أغزر بكثير من الشعر الوطني لكنك غرفت شاعر وطن هل يعني هل أنت أخفيت هذا يعني مراهات لجراح الوطن أو لجراح الأمة أم أن الأمة ما عادت تهتم بالشعر إلا ما يضم جراحها والله يا سيد الفاضل نحن أمم منكوبة أمم يعني يعني خلنا نقول مغتصبة وكثير منها محتلة إذا جاز التعبير في بعضها ولذلك الشعر الغزلي لا يناسب الموقف ليس أنا لم أقصد إلى إظهار الشعر الوطني أو السياسي على الشعر الغزلي الناس تقبلت الشعر الوطني ليش لأنه تماشى تعرف يعني أنا بحكي عن التسعين بدأت يعني بدأت خلنا نقول فورة الشعرية أو انتشار الشعري ببدأ من التسعين أنت بتحكي عن التسعين حرب الخليج الأولى بتحكي عن الثاثة وتسعين أوسلو بتحكي عن أربعة وتسعين عربة بتحكي عن ستة وتسعين غزة يعني أنت بتحكي عن نكبات متتالية بتحكي عن احتلال العراق سقوط بغداد أنت بتحكي عن مجموعة من المآسي المتتالية وسط هذه المآسي المتتالية الناس ستستنهض شعرك الوطني والسياسي وتترك شعرك الغزلي السؤال لو كان يعني شوية ذهبني لمنطقة أكثر اعتاما في هذا السؤال أن أنت كنت تود أن يظهر شعرك الوطني أو السياسي أم الغزلي أنا أقول والله كنت أود أن يظهر شعرك الغزلي أول مرة أقول أول مغايرة لما قلته سابقا ليش؟ لأن الشعر السياسي نهب بي إلى المهال أورادي موارد الهلاك نعم طيب نسمع شيء لطف الجو بأبيات من شعرك الأول غزل نقول هذه الأبيات من قصيدة أو من دوان قلبي عليك حبيبتي نعم ماذا يفيدك يا مذبوح أن تصف كفاك قلبان من عينيك قد نزف من تشتريك لقد باعتك عارفة وأجهل الناس عند الحب من عرف كأنها النور لو مستك نفحته لصرت أرع من أبكى ومن ذرف يقولها الله لفظا وهي أرع من تلفظ الله لما قالها انصرف فكل فاتنة من بعدها تبع لها وكل عظيم عندها وقف جميل 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 يعني إذا تحدثنا عن النكبات والجراح والنكسات طبعا يعني الجرح الأكبر فلسطين هو الجرح المركزي الوجع الأكبر والشاغل الأكبر للأمة العربية والأمة الإسلامية بدأ بالنكبة وقبلها احتلال بريطاني قبل النكبة وهي لهذه النكبة عام 48 بتأسيس هذا الكيان البغيط ثم عدوان الثلاثي على مصر عام 56 ثم نكسة حزيران عام 67 كانت أيضا الأمة يعني مثقلة بالجراح والهموم لكن كان هناك مساحة من الشعر الغزل إذا سلمنا بأنه بسبب النكبات والجراح أنه انشغل الشعراء ممن يكتبون الغزل هو له من ألوان الشعر الجميل إنه إذا سلمنا أنه الجراح هي التي سحبت الأمة إلى الشعر الوطني أو مساحة أخرى من الشعر أو لون آخر من الشعر طيب كيف كان هناك صدى كبير لشعر الغزل في تلك الفترة ربما السبب أنه الناس في وسط هذه الآلاب تريد أن تنسى يعني أنت حتى تداوي جراحك أحيانا تذهب إلى الشعر الغزل من أجل ذلك يعني إذا لدك تذهب إلى تاريخ الشعر العربي لما قامت الحروب الصليبية يعني بعضهم يقول لي ليش مثلا المتنبي لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أجيب على سؤاله بسؤال لماذا لم يمدح جرير؟ لماذا لم يمدح الفرستق؟ القضية المداح النبوية متى نشأت؟ متى ازدهرت؟ متى شاعت؟ في زمن الحروب الصليبية؟ فالآلام التي تعيش الأمة في زمن الحروب الصليبية والاحتلال الصليبي للقدس وفلسطين جعل الناس حتى ينسوا آلامهم يعوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به ويطلبون شفاعته فصاروا يتغزلون بالنبي ويلجأون إليه فربما أحيانا نحن في وسط النكبات نريد من يخفف عنا هذه الآلام فنلجأ إلى الشعر الغزلي ولكن إذا أردت أن تتداوى من التعب فعليك أن تتعب كما يقولون نحن نتداوى من التعب بالتعب أظن أنه في المقابل أيضا كان الشعر السياسي يعبر عن هذه الجراح فأحيانا حين أنت تعيد نكأ الجرح تشفيه لأنه إذا رم على فساد سيطلف هذا الجرح وسينتشر الفساد في الجسم فأنت حين تنكأه يعني تسيل دمه من أجل أن تشفيه فأحيانا يكون الشعر السياسي والوطني الذي يعبر عن الآلام في وسط الآلام قد يكون شافيا وكذلك الشعر الغزلي ينتشر في مثل هذه البيئات لأن الناس تهرب منه إليه لكي تتداوى من آلامها نوع من التخدير يعني تخدير جميل موضوع مهم حضرتك أثرته أكثر أيمن موضوع أنه لم يكتب عن الرسول عبدالله السلام بعد طبعا مرحلة وجود الرسول صحيح عندما نستذكر حسان من ثابتك عبدالله زهير من سلمة عبدالله من رواحة العصر الراشدي وعصر عموي عصر الأباسي طبعا ملاحظة مهمة جدا هذه حقيقة الآن حضرتك أثرتها غفل عنه النقاد والباحثون أنه في تلك المراحل ما بعد عقبت مرحلة الرسول السلام أنه لم يكتب له إلا في مرحلة الحلوب الصديبية هذا الموضوع لماذا غفله الباحثون ولم يغفله الباحثون يعني ربما لم يكتفي ولكن قضية ليست غفلة الباحثين القضية أن الرسول مدحوه في زمانه لأسباب نعم انبهار به حبه زي عند حسان أو طلب عفو زي كعب بن زهير أو يعني شعرائه الذين حوله يصفونه فقضية المدح مختلفة عما كتبه كعب وما كتب عبدالله بن رواحة وما كتبه كعب بن زهير وكعب بن بارك طبعا وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الآن الرسول كان في نظر الصحابة الراشدين والصحابة الذين تلوهم والشعراء الذين جاءوا من بعد كان في نظرهم أكبر من الشعر أكبر من المدح أو أنه ليس ملكا حتى يمدح ولا أميرا حتى تتوجه إليه بالمدح فسكت الشعر عن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الآن الحروب التي قامت مثلما أيضا شوف سبحان الله حتى في العصف الدولة الأموية لما قامت الحرب بين الأحزاب أين انتشر الشعر الغزالي يعني كلهم قيس بن الملوح وقيس بن ذريح وكثير عزا كلهم انتشروا ما بين حوالي خمسين هجرية لثمانين هجرية لفترة النزاع قبل أن تستقر الدولة الأموية فأحيانا هذه الحروب لما يشوف قيس بن الملوح الحروب بين ابني العم فيلجأ إلى الغزل أو ينصرف عن الناس فشوف في اللحظات التاريخية كلها تلجأ إما إلى بقعة مغايرة من أجل أن تتناسى تلك الألم فالذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم مدحوه توسلا به واستجارة به ولاذوا به وعاذوا به من الحروب التي يرونها جميل نكون بعد الفاصل مع ذرة النكتور فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والرواعي الأردني دكتور أيمن العتوم معود لك دكتور أيمن كنا نتحدث عن موضوع الحقيقة أنت أثرت هذا موضوع موضوع مهم جدا أنه ما بعد مرحلة الرسول الشعراء لم يكتبوا المديح النبوي لكن ظهر في مراحل بعد تدهور الدولة الإسلامية وقلت أنه يعني ذكرت حضرتك جري والفرزدك وقيسن ونوح بعض الشعراء أنه لم يكتبوا في هذا المجال وقلت أنه الحروب بين أبناء العم ربما دفعت بعض الشعراء إلى أن يلجأ لون آخر من الشعر ربما هو هروب أو احتماء أو يعني الوقوف على كما قال عقيد ونبي طالب الوقوف على ذلك التل أسلم لم يدخل فيه نزاع نزاع سيدنا علي وسيدنا معاوية فقلت حضرتك الباحثون لم يخفلوا هذا الجانب هل هناك من تناول هذه القضية بعمق ووضع الأسباب لماذا كما حضرتك الآن يعني أشرت إلى بعض الأسباب لماذا لم يكتب عن نعم والله أنا معندي ليس في حدود علمي كتب معينة ولكن ممكن أدب الحروب الصريبية للدكتور مثلا عبد الجليل عبد المهدي نعم أو بيت المقدس في أدب الحروب الصريبية قد يشير إلى جزء من الفكرة فكرة أنه لما انتشر هذا الشعر في هذا الزبد ولكن نفس الدكتور عبد الجليل عبد المهدي في هذا الكتاب يقول أنه لما دخل الصريبيون على سم المثال إلى ساحة المنزل الأقصى قتل حوالي إذا صحت الرواية التاريخية حوالي سبعين ألف مسلم حتى خاضت الخيول إلى ركبها بالدماء فهذه المشهدية من المجزرة التي حدثت مع هؤلاء البشر مع هؤلاء المسلمين لم يرتقي الشعر إليها فيعبر عنها ولو أنت سحبت هذا الموضوع على أيضا الشعر الحديث نعم يعني في فلسطين نكبة فلسطين أنت بتحكي عن مذابح دير ياسين ومذابح الشجرة وغيرة من المعارك التي حدثت وحتى معركة القدس كذا بقرت فيها بطن الحوامل قطعت الناس هجرت قتلت ما في شعر يوازي هذا الحدث فأحيانا قد يكون عدم رقي الشعر إلى موازات الحدث لسنبين أول شيء أن اللغة مهما بلغت بلاغتها لا تستطيع أن تعبر عن الألم ولا عن مستواه ربما تقترب منه والنقطة الثانية الألم حين يحدث بهذا الحجم يصيبك بالصدمة فأنت تسكت لا تستطيع أن تفعل شيئا لكن بعد أن تخرج من هذه الصدمة بسنة سنتين بمدة زمنية في علم الله ربما تعود إليها فالذين كتبوا عن فكرة هذه الفكرة الجوهرية أن الناس أحيانا في بعض النزاعات تخرج إلى الخارج قد يكون قليلين أنا في حدود العلمي لا أعرفه الكثير أشرت إلى هذا الكتاب اللي هو بيت المقدس في حروب الحروب الصليمية نعم كتبت أعدة أعمال روائية عن أدب السجون كأنك مسكون بهاجس الحرية لا سيما يا صاحبي السجن يسمعون حسيسها طريقه جهنم إلى آخره كثير من هذا اللون من الأدب الرواي أريد أن نقف على السر وراء هاجس الحرية في أنك خطت هذا الخط وكتبت في أدب السجون قبل قليل في السؤال السلام كنت أقول لك عن الصدمة نعم أنا أصبت بصدمة يعني أنا كنت متفوق في الثانوية العامة من كل العائلات كرامة من عائلة كريمة مستقر عائلياً واجتماعياً وصداقات وسمعة وشاعر ودخلت الهندسة وأنا في الهندسة يعني عرفت شاعراً تلك الأيام ماذا حكي أعتقلت أنا في 96 فأنت يعني مضى عليك زمن في الشاعر يعني فأنت بتوقع أن الناس أو أننا تحترم يعني على الأقل إذا لم تقدر وترفع وكذا وطالب جامعة كنت فبدل ما أني أحترم فجأة يداهم البيت فأعتقل فأصبت بصدمة يعني فهذه الصدمة هي اللي يعني خلت يعني جعلت هذا النتاج يحدث فأنت لما تذهب إلى هذا بالسجون صدمة أنت تكون حراً قادراً على أن تصنع أي شيء حتى يعني أبسط الأشياء أنت في السجن لا تختار طعامك يعني لكن تتدلل على أمي يعني أقولها بدي كذا وكذا فأنت يعني معذرة منكم من المشاهدين المستمعين أنه أنت ليس لك حكم على حذائك يعني فتنزع كل هذا منك فتصيبك بالصدمة هذه الصدمة أعطت قيمة الحرية لما تعطى قيمة الحرية تقدسها حينئذ وبتعرف معنى متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة بصير إلى تطبيق عملي داخل السجن فهذا الجو الذي عشته الصدمة اللي عشتها بعد التمتع بالحرية ثم الإنحباس فجأة وفي ظرف خاص هو الذي جعلني أقدس الحرية وبتالي أكتب عنه كل هذه الرواية جميل إذلك كانت روايتك الأولى هي يا صاحبي السيد يا صاحبي السيد والثاني أيضا عن السجن يسمعون حسيسة فأول روايتين اللي قدموني للعالم هم من أدب السجون نعم جميل حضرتك دائما تقول أن العمل الرائي هو الذي قدمني المشهد أكثر من العمل الشعري لماذا؟ لأن العرب ربما أجبنا عن جزء من هذا السؤال في سلتك السابقة لأن العرب هذه الأيام تحب الرواية أكثر من الشعر والسبب أن الشعر ربما يكون يحتاج إلى إعمال عقلي إلى إعمال ذهني إلى السياحة في فضاء النص بمعنى أن البيت الواحد يأخذك إلى مشهدية يأخذك إلى فضاءة الرواية لا تفعل ذلك الرواية تسير إلى جانبك الرواية أيضا الشعر يحتاج إلى نخبة الرواية لا تحتاج إلى نخبة الشعر جبل شاهق حتى تستطيع أن تصل إلى قمة فترى الكون من خلاله عليك أن تتعب تعبا شديدا مع أن المسافة التي تصعدها عموديا قليلة ربما يعني أقل من مائة متر تصل إلى القمة لكنك حتى تقطع المائة متر عليك أن تبدو جهدا شاقا هذا هو الشعر الشعر جبل الرواية سهل فسيح فإن تمكن تقطع فيها المائة والمائتين والألف متر دون أن تشعر بالتعب ففي راحة فالناس أقبلت على الرواية هل هذه الرواية لما أنا أقول هذه العبارة دائما رواية صاحبي السجن 2012 لم تنتهي السنة هي صدرت في شهر ثلاث لم تنتهي السنة خلال ستة أشهر قدمتني إلى الوطن العربي ليس إلى الأردن فقط في حين أنني كنت أكافح بهذا الجمل خمسة وعشين عاما ربع قرن وما أحد عرفني بالشعر وما أحد عرفني جميل أنت معجب كثيرا من المتنبي دائما يعني لا تجد حرجا عندما تقول أنه المتنبي أعظم الشعراء حتى أنك خصصته برواية بعنوان ساحر أو مجنون صحيح يعني بدي أن نقف طبعا لا شك أنه يعني مالئ الدنيا المتنبي لكن أيضا هناك شعراء عظماء بالعصر الجاهلي مع بعض في العصر الإسلامي أيضا يعني هناك شعراء عظماء أيضا لكن لماذا هذا الشعر ما الذي يمثل لك أو ما الذي تمثل لك حالة المتنبي شوف المتنبي كثير من القرارات التي اتخذتها في حياتي كان المتنبي يقولها لي تخيل إلى هذا الحد كثير من الدروب التي مشيتها في حياتي كان المتنبي يقف على قارعة الطريق ويقول لي من هنا ليس من هنا متنبي ليش المتنبي فلسفة نفس الإنسانية عنده حكمة هو إيش قال وقلنا لها أين أرض العراق فقالت ونحن بتربانها يعني المتنبي كان يقف في المفترقة الطرق لكنه كان يسأل خيله فتقول خيله من هنا العراق ليست من هنا وطبعا العراق وطن بالنسبة للمتنبي وطن رمزي بمعنى أنه من هنا الغاية التي عليك أن تسيرها ليست من هنا فلذلك المتنبي عاش فيه وعشت فيه يعني المتنبي حين تجد ظلما من أقرب الناس إليك هو المتنبي يقول لك لا تحزن يا أي من نعتم لا تحزن ليش لأنه والظلم يقول لك هو المتنبي والظلم من شيء من النفوس هذه طبيعة النفوس الأصل الظلم ويقول لك فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم بيقول لك وانت طالع في الطريق لحد ما تصل بشوي تعبت يا أبا الطيب لقد تعبت تعب الركب أريد أن أستقر هنا يقول لك لا ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام بقي على لديك يا أيمن فقط 5% أنت قطعت 95% لا تضع 95% في الـ 5% هذه فهو بنيت عليه قراراتي في الحياة وذلك عاش فيه هذه القرارات التي بنيت على أبيات حكم عند المتنبي وجدت بعضها عند الآخرين لكن لم أجدها كلها بمعنى المتنبي كيام قائم بذاته من الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي وحتى الاقتصادي والحياتي في حين لو ذهبت إلى إمرأة القيس سيعلمني الفقر سيعلمني الفروسية لكنه لن يكون معي في انكساره يعني لما أكون منكسر وحزين سيكون معي المتنبي ليقول لي بما التعله لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فاطنوا فهو رفيقك المتنبي في كل حالاتك في انكسارك في قوتك في ضعفك في إيمانك في قفرك في شكك إذن هو موجود في كل زوايا الحياة في كل زوايا الحياة إذن أنت تسقط شخصية المتنبي عليك نعم نعم يعني أسقط شخصية المتنبي يعني سلوك المتنبي في اتخاذ موقف معين تجاه قضية معينة أسقطه على نفسي فأفعل نعم نعم أنت كتبت العراق نعم ماذا تحفظ والله العراق أنا كتبت له قصائد كثيرة مثلا ليلة العراق وحد منهم طبعا ليش بقول يا نخلة في عراق الله ما ركعت لمن ترى بعدك الأعراب قد ركعوا الله قد لطخوا في وحول الطين سعفتنا وبخسونا فذي أجسادنا سلعوا أيضا قلت فلا والله لا بغداد هانت ولا شط الفرات بضفتيه ولا نقل العراق إذا تعال على كبر يمور بسعفتيه إذن هذا العراق بكبرياء يعلم كيف يحيى قاتليه يعني بعض بياته للغاية لا أحفظه لكن العراق عاش فيها أيضا زمن هنا جميل يعني ألم تجد من يقول لك أنه لماذا هذا الإعجاب الكبير في المتنبي أنه هناك شعراء عظام يعني لهم صدن في الشعر العربي لماذا هذا التخصيص أنت تحدثت الآن أنه تجد المتنبي في كل زاوية ربما ينبري باحث أو ناقد له موقف من المتنبي يقول لك المتنبي مدح الملوك مثلا أما أنت يعني على النقيض من هذا شو أحكي لك عشان مدح الملوك بس لم توضع في هذا الموقف سابقا وضعت طبعا بس أنا يعني المتنبي قليلا بس شوف على مدح الملوك المتنبي هذا طبعا أستطيع هذا حكم حكم يعني صعب أن يطلقه باحث يعطي قيمة لأن الحكم قاطع المتنبي مدح نفسه من خلال الملوك ولم يمدح الملوك المتنبي هذا العبارة الأولى المتنبي اتخذ الملوك جسرا يعبر فوقهم يدوسهم إلى غايته والدليل عندي أدل لك كثير عشان ما وقتنا ضيق سأعطي دليل واحد من شأن المتنبي المتنبي غادر سيف الدولة مغضبا 346 هجرية ذهب إلى كافور الإخشيدي 346 إلى 350 خرج من كافور الإخشيدي 350 هجرية وقيله 351 352 بعث له سيف الدولة تعال أنا أحبك يا رجل افتقدتك قالوا أنا افتقدتك لكن لا عودة إليك لو كانت القضية مدح الملوك كان رجع لكنك بريئه أكبر من أن يصاحب ملكا شو قلوه قلوه العبارة القصيدة المشهورة فهمت الكتابة أبر الكتب فسمع لأمر أمير العرب فيها بيت يبين عمق نفسية المتنبي لم ينتبه إليه ولا شارح اللي هو ومن ركب الثورة بعد الجواد أنكر أغلافه قال لك والله أنت قال ومن ركب الثور ثور يقصد فيه كافورا الإخشيدي نعم قال لك فوق بخم وغبب هاي اللغلوغ اللي هون تمام وبعد الجواد يقصد مين فيه سيف الدولة نعم إنه جواد رشيق لكن شو قال عنه الاثنين أنا ركبتكم الاثنين ومن ركب الثورة بعد الجواد فأنا ركبت الثور وركبت قبله الجواد فعرفت الفرق بينهما لكنني ركبت الاثنين نعم فالمتنبي ركب الملوك إلى غايته مش كان الهدف الملوك نفسه طيب سيف الدولة هل فطنة لما هو واحد من أسباب إنه سكت على ضربه في مجلسه إنه هذا تعاليل عند المتنبي إنه شايف نفسه على هو أصلا شجاعة المتنبي تدرس أنا دائما أقول هو ليش لماذا هذا الذي أقوله حقيقة هو أول ما دخل على سيف الدولة وكان سيف الدولة مالي الدنيا وشاغل الناس بالأمراء آنئذن هو هذا بالشعراء وهذا بالأمراء شو قال له قال له ثلاثة أشياء قال له أن لا أقبل الأرض بين يديك فيقول له سيف الدولة لا قد فعله كل الشعراء قال أنا لست منهم قال له وأن لا أجدك الشعراء واقفا قال لا قد فعل كل الشعراء لست مثلهم فأجدك الشعراء جالسا ليش جالسا لأنك أنت جالس وأنا جالس لست خيرا مني وأن لا أجلس إلا عن يمينك أنت ملك السياسة والملك والحكم وأنا ملك الأدب فهي حالة حالة المتنبي لمن دخل فيه إذن يستحق المتنبي يستحق جميل تردد مقولة دائما أن الشاعر أو إن الشاعر يعني تأتي بعد القول إن الشاعر الذي لم يسجن أو يطارد من قبل السلطة ليس بشاعر بماذا نفسر هذه المقبلة؟ نفسر بمساطة أن الشاعر مثقف وأن المثقف دائما ضد السلطة ضده ليش المثقف يشتغل على الوعي؟ نعم السلطة لا تريد وعين تريد تابعين نعم وبالتالي دائما هناك طبعا هذا كتاب لدوارد سعيد نعم المثقف والسلطة فدائما العلاقة بين المثقف والسلطة علاقة يعني تنافرية طيب كيف إحنا المثقف موثقف وسيف الدولة سلطة؟ ما تنافروا نعم كم أقام عند كل ملك؟ كان يقيم عند البعض الملوك يوما واحدا السيف الدولة هو الوحيد الذي أقام عنده تسع سنوات ولكن بعده بالمدة ثلاث سنوات عند كافور نعم سنتين ونص منهم إقامة جبريه وكان سيغادر بعد ستة أشهر المهم الذي قصدته أنه دائما العلاقة بين المثقف والسلطة علاقة تنافرية وبالتالي لا يمكن أن يجتمع تمام؟ والدليل من التاريخ كثير يعني عندك أي من الجهم قالوا السجن تفقلت وليس بضائري سجني وأي مهند لا يقمد وعندك متلبي نفسه كاد يتلف في السجن وكنت في فهانة في محفل من قرودي وبالتالي هذا هو سبب أن شعراء السلاطين نعم فيه شعراء السلاطين عبر التاريخ لكنه على الأغلب لم يبدعوا يعني الندرى الذين أبدعوا لكن هذول الشعراء في شعراء السلاطين وفي شعراء نموا في بلاط السلاطين في فرق شاسع بينهما شعراء السلاطين ما بتجد واحد في المي منهم خلد إلى اليوم لكن الشعراء الذين ربوا ونموا في بلاط السلاطين ممكن يعني أبو نواس لكن ما يعني ما في عنده هذا المدح المشهور لهارون الرشيد نعم وحتى أنه أتوقع هارون الرشيد أو غيره لما قال أمامه شعرا قال له شعر اكتافة قال له كان منادما نعم آه كان منادما نعم قال له للخليفة شعر اكتافة مين أيضا جرير نعم لكنه مما يعني كان يعني الإقامة للرعاية غير الإقامة للمدح نعم نعم الحديث معك شيء حقيقة سور وأنت موسوعة لكن الوقت ضيق أسلام شكرا لك على هذا الحديث الممتع الجميل وهذا التطواف في آفاق الشعر والرواية والوجع أكرمك الله سورة محمد أنا يعني تشرفت بهذه الحوارية الجميلة أيضا ومر الوقت كما تفضلت سريعا وأسئلتك كانت سابرة بارك الله فيك يا سيدي شكرا لك الشعر والروائي الأردنية دكتور أيمن لعتوم شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم